السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافر حالي اخوان عساكم تبين ان شاء الله وتكونوا بصحة السلام بل في خير اول شي صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله مقطعنا اليوم قلتش تجميد لا نهاي سولو بخطوات سهلة وبسيطة لا اطول عليكم في مقدمة المقطع اهم شي لا تنسون تشيكون على جميع الروابط اللي في الوصف ولا تنسون تخشون متجري وكذلك اضهر لكم كودة لاتم شب فاتمنى الكل يدعمني في فورتنايت واذا حابت تبعني عن طريق السناب بحط لكم الور كود ظهر امامكم في الشاشة وبس هذا اللي كان عندي فقبل ان يبدأ لا تنسون الاشتراك والنشر اللايكة ودستايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخلنا نبدأ في خطوات القليتش ورجعنا لكم مرة ثانية يا اساطير اول شي حاب اقول لكم عن المتجر حقي وفرت فيه له خدمات فاذا حاب تستفسر عن اي خدمة والخدمات بحط لكم الرابط تحت في صندوق الوصف راح اقول لكم متطلبات وبعدها راح نبدأ في الشرح اول شي راح نحتاج لابتوب او بي سي اثنين راح نحتاج برنامج السيف وزر دا ندفوع ثلاثة راح نحتاج فلاش ميموري اربعة راح نحتاج ملف والرابط حقه تحت في صندوق الوصف تحملونه عشان ندمجه مع برنامج السيف وزر هذي هي متطلبات القليتش الان راح نبدأ في خطوات القليتش اول شي يا حبايب راح نضغط نعلق على سام تحت ونروح الوفلاين ونكمل لكم هناك باقي الخطوات ممتاز يا حبايب الان بعد ما جينا طور القصة طيب اللي عليكم تسووها الان اباكم تركزوا معاي في هذه الخطوات تمام تمام الان راح نروح عند جيمز طيب اذا انت ما عندك تسيفة نظيفة ما تكون اني مهكرة او يعني اهم شي تكون نظيفة يعني توها جديدة تسيفة اذا ما عندك روح على طول سوي نيو جيم تمام وابدأ تسيفة جديدة مثلي مثلا خلاص اللي هي بتاريخ 19.9.22 بعد ما سوينا تسيفة جديدة خلاص كذا امورنا طيبة الان راح ننتقل انه كيف نضيفة تسيفة هذه النظيفة على الفلاش موموري عشان نستخدم برنامج السيف وزر الان راح نقول لكم كيف نحطها في البيس فور بعدين بالبيس فايف تمام اليو بلاسيشن فور بعدين بلاسيشن فايف اول شي اللي عليك تسوي في بلاسيشن طبعا فور تروح الاعدادات وبعدين تروح ادارة البيانات المحفوظة للتطبيق وبعدها راح تروح البيانات المحفوظة في مساحة تخزين النظام وبعدين راح تروح نسخ الى جهاز تخزين يو اس بي وتختار شريط جراند وبعدها تختار التسيفة اللي انتم سويها الجديدة طبعا النظيفة تمام وتحدد عليها بالصح طبعا البدون باك اب اللي بدون باك اب خلاص وباكتب لكم اشتر لكم عليها واكتب لكم بين قوسين وتحطون نسخ وتنسخونها وبكذا يكون انتم يعني نسختم التسيفة من بيس فور على الفلاش تمام تمام طيب نجي لاصحاب البلاسيشن فايف اول شي تروح الاعدادات وبعدين تروح البيانات المحفوظة واعدادات الفلاش نسخ الى واعدادات والالعاب وبعدين تروح البيانات المحفوظة faux وبعدين تروح تخزين الجهاز وبعدة تروح نسخ الى واحدة ذاكرة تيو اس بي وبعدها تختار الثلاس رطات مع القلم تضغط عليها بعدين راح تفتح لك قائمة حقة التسيفات تختار التسيفة المهكرة عفوا تختار التسيفة النظيفة اللي اللي بتحطها في الفلاش اللي هي اللي سوتها توق جديدة طبعا او اللي عندك نظيفة تضغط الى صح بدون الباك اوب زي ما قلت لكم بدون الباك اوب تضغط صح موافق بعدين سوي نسخ وراح تنسخ معاك بشكل طبيعي تمام تام كده يكون اخوان خلصنا يعني نقل الملفات 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 اللعبة للفلاش ميموري سواء للبيس فايف ولل فور يعني انا شرحت للاثنين الان اخوان رح ناخذ الفلاش ونحطه في اللابتوب ونجيكم في شاشة اللابتوب ونكمل لكم باقي الخطوات هناك والان انتقلنا لشاشة اللابتوب او البيسي او الكمبيوتر الان اتركتلكم طبعا ملف اتحملونه ملف مضغوط فيلو جاهز السيف وزرد والتسيفة تمام تمام تضغطون على على البرنامج بهذا الشكل وتحملونه وتسطبونه بشكل طبيعي تمام انا محمله عشان كده رح القي الان رح نشيل هذه الصفحة وبعدها رح نفتح برنامج السيف وزرد عشان ندمج التسيفة هذه على ملفات اليو سبي تمام الان نضغط على البرنامج حق السيف وزرد بهذا الشكل وطبعا هذا البرنامج مدفوع الان زي ما انتم شايفين رح اضغط اكسبت وبعدها ننتظر يحمل وبعد كده يا اساطير نضغط موافق بهذا الشكل طبعا هذه واجهة البرنامج الان رح نروح عنده سيتنجز بهذا الشكل رح يكون عندك مكانين تحطهم كل شهر تقدر تغير الان شوفوا اقدر احذف هذا لانه بالاخضر اني اقدر يعني اغير حساب لكن هذا الحساب بالاحمر انه معناه انه الشهر الجاي تقدر تحط حسابك يعني بهذا الشكل الان زي ما شايفين عندي مكان واحد الان رح نروح ماي سيف وبعدها رح نضغط مرتين كده وبعدين رح نروح عند هذا المكان ونضغط كذلك مرتين اذا انت طبعا ما نضاف عندك الحساب بتختار هذه بشكل طبيعي وتكمل معايا اذا انت يعني توق جديد اضاف الحساب تضغط على هذا الكلمة خلاص بشكل طبيعي تضغط عليها الان وبعدها يا حبايب بعدين رح يفتحنا زي ما شايفين طبعا بالاحمر انه هذا يعني ما يمديك تحذفو الا بعد شهر لازم يمور عليه شهر بعدين تحذفو لكن احنا رح نضيف باسم حسابي مثلا بهذا الشكل يعني عندي خانة فاضية اقدر اضيف فيها حسابي تمام تمام طبعا حقين السيف وزاد عارفين هذا الكلام ولكن الناس اللي لسه ما ما تعرف عن البرنامج رح تتعرف من عليه ان شاء الله بهذا الشكل الان رح نجي هنا ونضغط مرتين وزمتوا شايفين حسابي جاء الان رح نضغط على اه اه ادفنسة مود وبعدها رح يجيب تحميل كده بسيط وبعدها رح تنفتحنا القائمة عشان نقدر ناخذ التسيفة وندمجها على ملفات اليو اس بي بعد ما حمل معانا بهذا الشكل يا اساطير الان طبعا رح نضغط على السهم اللي رايح اللي مي بهذا الشكل نضغط اللي ضغط واحدة ورح تنفتح لنا قائمة ورح نختار التسيفة اللي احنا حملناها من الملف اللي تركت لكم الرابط حقه تحت في صندوق الوصف زي ما انتم شايفين اضغط عليها كده وبعدين اوبن بعدها رح تتغير هنا الكلام بعدين نضغط بلاي وبعدين نعم بعدها ننتظر حينما يخلص التحميل وبعدها نقول لكم ان احنا كده مبروك عليكم دمجنا التسيفة المهكرة على ملفات اليو اس بي بعد كده يا اخوان خلص الان نضغط اوكي وبعدها نغلق التطبيق خلاص ما عد لنا داعي فيه الان بعد ما انتهينا يا اخواني رح ننتقل لجهاز البلاي ستيشن عشان نكمل لكم هناك باقي الخطوات يا اساطير والان اعزائي الكرام دخلنا في البلاي ستيشن الان رح ننقل التسيفة من الفلاش سواء للبي اس فور ولا البي اس فايف خلاص تشبك الفلاشة هالمرة في السوني تمام سواء حقك فور او فايف حلوين حلوين الان ننتقل لحقين البلاي ستيشن طبعا فور اول شي تروح الاعدادات وبعدها رح تروح ادارة البيانات المحفوظة للتطبيق وبعدها رح تروح البيانات المحفوظة على جهاز تخزين يو اس بي وبعدها رح تروح نسخ الى مساحة تخزين النظام وبعدها تختار قراند وبعدها تختار التسيفة اللي انت اضفتها من السيف وزر تمام وتحط عليها تحديد وبعدين نسخ بعدين تطبيق على الكل وبعدها نعم وبعدها رح تنسخ معك بشكل طبيعي طبعا هذول اللي حقين البي اس فايف الفور عفوا الان ننتقل لحقين البي اس فايف عشان تدمج التسيفة في السوني طيب تروح الاعدادات وبعدين البيانات المحفوظة واعداد الالعاب وبعدها تروح البيانات المحفوظة بي اس فور وبعدها رح تروح وحدة ذاكرة اليو اس بي وبعدها رح تروح نسخ الى تخزين الجهاز وبعدها رح تختار على جراند وتروح على الثلاث شرطات والعلمة القلم وبعدها تجيك تسيفات تختار التسيفة اللي انت دمجتها في اللابتوب أو البي سي تمام أو الكمبيوتر وبعدين تحدد عليها بموافق وبعدها تسوي لها نسخ وبعدها تسوي تطبيق على الكل وبعدها تسوي نعم وراح تنسخ معك على الجهاز وبكذا يكون أضفنا التسيفات من الفلاشة للجهاز حقنا سواء الفور أو الفايف طيب تمام الأبعاب ما خلصنا دمج التسيفة اللي عليك تسويه أول ما تدخل قراند طبعا يا أم أنك ترصب بالتسيفة اللي انت دمجتها أو ترصب بالتسيفة قديمة اللي عليك تسويه تضغط Start وتروح Load Game وبعدين تشوف التسيفة تاريخها كم زي ما قلت لكم دائما أبدا أهم شي التاريخ تضغطون عليها التسيفة X وبعدها X ولما يرصبنا نرجع لكم مرة ثانية والآن يا حباي بعد ما رصبنا في التسيفة ممكن يعني يتكون طايم الجو وراح تنزل بشخصية فرانكلن أو بهذه الشخصية تمام ما عليكم أهم شي يعني يجيكم بهذا الشكل حلوين حلوي يعني بمختلف رصبونات التسيفات يعني ممكن التسيفة أنت تكون ركب سيارة ينزلك في الجو وبعدين تجي على الأرض هنا وبهذا الشكل ممكن شخصية فرانكلن أو أي شخصية تمام يا حبايب تمام الآن نضغط Start وبعدها على طول Online وبعدها بالجيته Online وبعدها Invite Only Session وراح نقول لكم إيش راح نسوي لما نرصبهم في السيرفر الخاص والآن يا أسطير إحنا رصبنا في السيرفر الخاص طبعا نرفع الجوال ديريكت على طول وروح نشتري بس أول شي ركزوا في الفلوس فلوسي كم؟ 87 مليون خلاص ركزوا في الفلوس إنها ما رح تنقص بس هي الآن لما نشتري رح تنقص مننا بعدين في آخر الفيديو ما رح تنقص منها ولا ريال واحد تمام يا حبايب تمام بس ركزوا معي أهم شي لا تشتري ولا شي يعني يكون يعني حقك أماكن ميتة عشان ما تجيب لك أماكن ميتة مثلاً تشتري لي شاحنة ولا تشتري لي فنجر ولا لا تشتري ولا شي انت اشتري ديريكسو وبس وأضمن لك وأحسن لك تمام؟ تمام هذا أنا أشوف الأضمن عشان كمان تضمن القريتش عشان فلوسك ما تروح اشتري سيارتين وجرب على القريتش يعني لا تشتري كل الكراجات عشان ما تفوت شي أو تغسر فلوس كلها وما يزبط معاك القريتش انت سوي سيارة واحدة أو سيارتين وبعدها إذا زبط معاك سوي كراج زبط معاك كمان سوي كراج ثاني زي كده فلا تسوي كلها مرة واحدة أنا نصحكم نصيحة لأنه ممكن ببعين تواجه مشاكل فلوسكم تنقص لكن تجيكم السيارات بس فلوسكم راح تروح كلها تمام؟ تمام الآن راح نشتري ديليكسو وطبعا تكون في هذا القائم ما تسوي ولا أي شي يعني لما تشتري متطلع برنا متصفح لا ممنوع خليك في نفس المتصفح اشتري خلص خليك في نفس المكان الآن زي انتوا شايفين مثلا يعني أباروح في اشتري في الكراج هذا دائرة دائرة وبعدين اشتري في الكراج هذا بعد ما خلصنا بهذا الشكل طيب الآن تروح تفصل الانترنت أو تعلق التطبيق لكم اختيارين تعلق التطبيق أو تفصل الانترنت الآن أنا بروح افصل الانترنت وطبعا يا أخوان لما انتفصلوا الانترنت انتظروا ثواني معدودة عشرة ثواني خلاص يعني وبعدين رجعوا الانترنت ما هذا الشكل وتجيكم هذه الرسالة تضغطون عليها بالإكس وبعدها راح راسبينكم في الأوفلاين مرة ثانية وبعدها نرجع للأونلاين ونقول لكم باقي الخطوات أنا عايز جملة مفيدة قول لي جملة مفيدة عشان أنا فهم الآن ننتظر الرسبين في الأوفلاين والآن راسبنا في الأوفلاين بعد ما خلصنا بهذا الشكل خلاص اللي عليك تسويه ترجع مرة ثانية لسيفر الخاص تضغط ستارت وتروح أولاين وبعدها بلجيت أولاين وبعدها انفايت أونلي سيشن نرسبن هناك ونرجع لكم مرة ثانية عشان نقول لكم إيش راح نسويه والآن يا حبايب راسبنا في السيرفر الخاص الآن لو ننزل ساها بتحت راح تشوفون فلوسنا زي ما هي 87 مليون دولار زي ما هي موجودة طيب حاب تتأكد مثلا تدقع الميكانيكي وتشوف السيارات راسبنت معاك أو لا لكن لازم انك انت تروح البيت اللي سويت فيه السيارات وتبدل أماكن السيارات تمام الآن بس بتأكد وبعدين بتوجه للبيت عشان أبدل أماكن السيارات زي متوا شايفين جاءتني السيارتان حق تديليكسو الآن بتوجه للبيت وارجع لكم مرة ثانية عشان نختم هناك المقطع والآن يا حبايب على طول راح نروح عند البيت وبعدها بشكل طبيعي يعني راح نشوف السيارات حق تديليكسو ونبدل أماكنها زي متوا شايفين موجود عندي سيارتين دليكسو الآن راح أبدل أماكنها وبعدين غير ملابسي وهم شي تجينا الدارة بورتو قريب كده يكون خلصت القريج سهل مين نبدل الأماكن بهذا الشكل خلاص يعني استبدال بسيط عادي ما يفرق يعني ملازم يعني بالهذا أهم شي تبدل أماكنهم بس فقط وبعدها تعلق على تتشباد وستايل وتغير مثلا ملابسك بهذا الشكل وراح تجينا دائرة الحفظ تحت في اليمين وبعد ما تخلص نقول لكم مبروك عليكم يعني تجميد الفلوس وزي ما هي فلوسكم موجودة وكذلك السيارات موجودة وبكذا يا أخواني نحن انتهينا المقطع فأتمنى إذا المقطع نالع أعجابكم وكان عليكم سهل و بسيط لا تنسوني بالدعم واللايك والنشر والاشتراك وأي سؤال وصف صار جميع الرابط في الوصف ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي أمان الله اشتركوا في القناة